مقذوفات المركبة المثال لدينا جسم أطلق بسرعة معينة وزاوية معينة إذا أردنا من الممكن قراءة السؤال باللغة العربية السؤال السابع عشر ونكمل من هنا هذا الجسم أطلق بسرعة 98 متر في الثانية الزاوية التي أطلقناها بها هي π على ثلاث السؤال حدد الوقت الذي سقط أو وصل هذا الجسم إلى الأرض وأيضا المسافة الأفقية التي قطعها فأنا من خلال هذا الرسم أحتاج المسافة الأفقية والوقت الذي وصل إلى الأرض كما ذكرنا له مركبتين أفقية ورأسية نحتاج الوقت والمسافة الأفقية أعطاني الزاوية وأعطاني السرعة لكن هذه السرعة هي السرعة مركبة أنا أريد حساب سرعة Y وسرعة X طبعا لحساب المسافة الأفقية أحتاج إلى الوقت ثم أعوض في الدالة المسافة أعلم أيضا أن Y عند هذه النقطة تكون صفر عندما تصل إلى الأرض يكون الارتفاع صفر لكن كما ذكرنا الزمن ليس معلوم إلى الآن سنقوم بحل Y فقط في البداية بما أن السؤال يستخدم الأمطار فالجاذبية وهي التسارع وهي المشتقتين سالة 9 بين 8 ذكرنا أنني أحتاج المشتقة الأولى هي أحتاج السرعة لكن هنا بما أنها مركبة أحفظ القاعدة هي V مضربة بساين الزاوية بالنسبة لي Y نضرب بساين الزاوية V هي السرعة المعطى في ساين باي على ثلاث أحسبها بالآلة الحاسبة تجد ثمانية وتسعين ضرب ساين باي على ثلاث لكن تأكد أن الآلة الحاسبة بالرديان تكون تسعة وعربعين جدل الثلاث ومباشرة من القواعد التي أخذناها في المقطع السابق في الجزء الأول Y T أي المسافة الرأسية هي A على أثنان التسارع على أثنان في T أس أثنان زاد السرعة الابتدائية في T زاد Y الصفر أي الارتفاع الابتدائي وهي أيضا صفر لأن الجسم انطلق من سطح الأرض فيكون تسع على ثمانية على أثنان سالب 4.9 والسرعة حسبناها تسع وعربين جدل الثلاثة زاد الصفر فهذه الدالة أستطيع حلها لإيجاد الوقت لأن هذه الدالة هي عبارة عن المسافة الرأسية وأنا أعلم عندما وصلت الكرة إلى الأرض كانت المسافة الرأسية صفر لأنها على الأرض فقم بحل هذه المعادلة إما بالآلة الحاسبة أو بالتحليل طبعا هذه تستطيع إخراج عامل مشترك منها وهو سالب 4.9 T أس واحد يبقى T أس واحد داخل الأقواص وعشر جدل الثلاث طبعا بما أنني أخذت عدد سالب فسيكون سالب داخل إما T تساوي صفر وهذا الزمن الانطلاق أو T تساوي موجب عشر جدل الثلاث وهذا الزمن السقوط لأن عند كل الزمنين الكرة تكون على الأرض فأنا أريد الزمن الذي وصلت به إلى الأرض لكن بعد القذف فالآن أبحث عن المركبة الأفقية بنفس الطريقة نفس هذه القاعدة لكن يجب أن أنتبه أن التسارع وهو مشتق الثاني صفر لأن تسارع الجاذبية هو فقط تسارع رأسي إما إلى الأعلى أو الأسفل لكن بالنسبة للإكس لا يوجد تسارع لدينا سرعة ولحسابها وهي المشتقة الأولى هي V لكن بكوسين الزاوي ليست سين لحساب الإكس السرعة ضرب كوسين هذا من المركبات القطبية بعد الحساب يكون أربعة أو تسعة وأربعين فالسرعة الأفقية الإبتدائية عند الزمن صفر هي تسعة وأربعين أستطيع الآن كتابة دالة المسافة كاملة بنفس الطريقة التي كذبنا بها Y من هنا لكن باستخدام X فXST أي المسافة الأفقية تساوي التسارع على أثنان أي صفر في T والسرعة الابتدائية تسعة وأربعين في T والمسافة الأفقية الابتدائية أيضا صفر فالدالة هي فقط تسعة وأربعين T أستخدم الزمن لإيجاد المسافة الأفقية الزمن الذي وجدناه لن أستخدم الصفر أستخدم الزمن الآخر وهو 10 جدر الثلاث يكون 490 جدر الثلاث أو من الممكن تقريب هذا العدد بالأعداد العشرية سنقوم بحل مثال آخر مشابه له هذا السؤال لدينا أيضا جسم ما يحلق بزاوية 30 والمسافة أو السرعة عفوا السرعة التي أعطيناه لهذا الجسم هي 40 متر في الثانية طبعا لهذا السؤال هناك طلبين المرة الأولى نحل بالنسبة زاوية 30 ثم زاوية 60 لنفس الطريقة ابدأ مثلا في المركبة الرأسية Y طبعا سنحل الزاوية 30 في البداية 60 بعد ذلك ابدأ مثلما ذكرت بالمركبة الرأسية لأن المركبة الرأسية لها التسارع وستطيع حسابها عندما تصل إلى الأرض دائما تكون صفر وهو نفس السرعة السالة ما هو الوقت والمسافة الأفقية التي ستقطع في البداية أقوم بإيجاد الوقت لأن كما ذكرنا لدي التسارع وهو سالب 9 بين 8 ولدي السرعة الابتدائية سهل أن أقوم بحسابها وهي باستخدام السين المشتقة الأولى هي السرعة 40 في سين الزاوية سين الزاوية 30 وتساوية 20 لأن سين الثلاثين نصف فمباشرة أكتب القاعدة YT هي التسارع على 2 في T أس 2 والA أو التسارع هو المشتقة الثانية السرعة الابتدائية في T زائد الأرتفاع الابتدائي والأرتفاع الابتدائي لهذه أو لهذا المثال هو صفر انطلقت من الأرض فيكون سالب 4.9 لأنها قسمناه على 2 T أس 2 والسرعة 20 T الآن أحتاج إيجاد الزمن كما ذكرت سنقوم بحل هذه المعادلة عندما تساوي الصفر لماذا؟ لأن الجسم عندما يكون على سطح الأرض يكون الابتدائي صفر سيكون لدينا حلين سأستخدم الآن الحاسب مباشرة لأحلل هذه العملية الحسابية أو هذه المعادلة أدخل المعاملات الـ A سالب 4.9 والـ B20 والـ C صفر لدينا حلين الحل الأول صفر وطبعا هذا زمن الانطلاق أول ما انطلقت الكرة والزمن الثاني هو 200 على 49 أكتبه ككسر أفضل وهذا زمن سقوط الكرة على الأرض سأستخدم هذا الزمن لتعويضه في المركبة الأفقية للمسافة لكن يجب أن أقوم بإيجادها في البداية وهي بنفس طريقة إي على الأثنان أي التسارع والتسارع هو المشتقة الثانية في T أس 2 السرع الابتدائي في T والمسافة الأفقية الابتدائية التسارع صفر والمسافة الأفقية الابتدائية صفر بدأنا من عند العدد صفر فقط يجب أن أقوم بإيجاد السرع وكما ذكرت التسارع الذي لديه هو فقط للجاذبية وهو تسارع رأسي فالسرع الابتدائية بالنسبة للمركبة الأفقية أفقيا هي 40 في كوسين الزابية ليست سين وأربعين في كوسين هي 20 جذر ثلاث في T هذه الدالة عوض بها الزمن الذي نريد حساب مسافة هذه الكرة فأستبدل T بـ 200 على 49 أي يكون 20 جذر الثلاث في 200 على 49 واربعين نتأكد منها بالآلة الحاسبة لحساب القيمة بشكل دقيق طبعا هذه كما ذكرنا هي مسافة أفقية للكرة وهي 141 و39 جزء تقريبا أو أربعة أجزاء طبعا هو ذكر لي أن نقوم بتعديل الزاوية إلى 60 وإعادة حل المسألة لن تختلف نهائيا فقط قوم بتعديل هذه العمليات الحسابية هنا 60 فلذلك السرعة ستختلف وبعد ذلك الزمن سيختلف ومنه أيضا سرعة X ستختلف قم بتعديل هذه العمليات الحسابية بالنسبة للسؤال التاسع 10 والعشرين هذه المسألة التي بها ضربات كرة التنس سنقوم بحلها بمقطع مختلف سأكمل بنفس الأمثل التي لدي ونفس النموذج والجزء الثالث من هذا الدفع سأعود للمسألة التي تركتها هذا لاعب البيسبول دائما لدينا جاذبية لكن هنا بما أنها بالأقدام سأستخدم السالب 38 لو كانت بالأمثال تسعة بني ثمانية هنا انتبه ارتفاع الكرة ليس 60 مستحيل أن يكون ارتفاع اللاعب 60 قدم هو 6 أقدام ولذلك في نص المسألة خاطر 6 أقدام سنأخذها كستة أقدام السرعة التي لدي هي سرعة أفقية لاحظ السهمية فقط سرعة أفقية لا أحتاج استخدام الزوايا لأن هنا الزاوية صفر هل يوجد لدينا سرعة رأسية في هذا السؤال لا يوجد لدينا سرعة رأسية فلدينا فقط X مشتقة وهي السرعة بالنسبة للX ولدينا الارتفاع الابتدائي 6 سألني كم سيكون الارتفاع بعد 60 قدم أفقيا ليس رأسيا سنكتب المعادلة بنفس الطريقة YT أي المسار الارتفاع عند أي زمن التسارع على 2 في T أس 2 زاد السرعة الابتدائية في T طبعا هذه السرعة الابتدائية بالنسبة للY والارتفاع الابتدائي التسارع دائما واضح سالب 32 على 16 وهي المشتقة الثانية T أس 2 وذكرنا هنا السرعة الصفر لا توجد لدينا سرعة رأسية والارتفاع الابتدائي هو فقط 6 هذه المعادلة انتهت احتاج فقط تعويض الوقت بها لحساب الارتفاع عند النقطة 60 لكن هل لدي الوقت لا كيف أقوم بإيجاد الوقت سأقوم بحسابه من خلال هذه المسافة الأفقية الدالة التي تطعين المسافة الأفقية هي نفس الدالة التي كتبناها لY لكن نستبدل قيم الY بX التسارع الأفقي لا يوجد لدينا تسارع أفقي لدينا سرعة أفقية لكن لا يوجد لدينا تسارع أفقي فهنا الX مشتقتين هي الصفر وأيضا المسافة الأفقية أيضا صفر هو بدأ من نقطة الصفر فقط لدي سرعة ابتدائية بالنسبة لX وهي 130 قدم في الثانية 130T هذه الدالة التي تعطيني المسافة الأفقية في أي وقت أنا أعلم أن المسافة الأفقية عند السؤال الذي أراد منه هو 60 فاستبدلنا الX ب60 وقمنا بحل المعادلة لإيجاد الت فالزمن هو 6 على 13 عوض هذا الزمن في الدالة في نفس الدالة التي أوجدناها فيكون سالب 16 في T أس 2 أي 6 على 13 أس 2 زائد 6 وطبعا بالآن الحاسبة سأقوم بحساب هذا العدد هي 52 جزء تقريبا فإذن عندما التمر مسافة أفقية 60 قدم يكون ارتفاع هذه الكرة تقريبا 52 جزء لأن بالفعل الكرة مع تقدم الوقت تتجه إلى الأسفل لكن الآن سنعيد هذا السؤال بتغيير السرعة الابتدائية فقط نحذف 130 ونستبدلها ب80 فدالة الواي لن تتغير أبدا كما هي فقط الـ X ستكون 80T الأولى كانت 130T هنا ستكون 80T بنفس المعطيات بنفس الشرح بنفس طريقة الحل استبدل الـ X ب60 فيكون الوقت بعد حل هذا المعادلة البسيطة 60 على 8 وهي باختصار 3 على 4 ثواني فنعوض هذا الزمن في دالة المسافة الرأسية المسافة الرأسية أو الأتفاع Y فيكون سالب 16 في 3 على 4 أو 62 زائد 6 الآن عندما نحسب هنا انتبه عندما نحسب سأقوم بتعديل العملية الحسابية التي كانت في السابق الناتج الذي لدي سالب 3 الارتفاع سالب 3 ما هو السالب 3 كيف يكون الارتفاع تحت سطح الأرض طبعا هذا ليس منطقي لكن هنا سنعرف أو سندرك أن الكرة أصلا لم تصل إلى المسافة 60 هي سقطت قبل أن تصل إلى هذه النقطة 60 سقطت لا أعرف بضبط كم نستطيع حسابها لكن لن نحسبها الآن غير مطلوب مننا فإذن المعنى لهذه الضربة أنها سقطت قبل أن تصل إلى القاعدة أو النقطة التي كانت فيها X تساوي 60 سننتقل لسؤال آخر مختلف السؤال 23 وهي أيضا للاعب بيسبول طبعا كما ذكرنا أستطيع أو سنقوم بعرضها بنصها النص باللغة العربية إذا أردت قراءة المسألة بشكل صحيح وهي بنفس المعطيات سنستخدم القدم فلذلك تسارع الواي أي الواي مشتقتين هي سالب 32 هذا اللعب سيضرب هذه الكرة من التفاع خمسة أقدام فإذا وي الصفر أي أن الالتفاع عند الثانية صفر كان خمسة هذا الالتفاع الابتدائي والزاوية تصنع مع المحور الأفقي خمسة درجات والمسافة بين الكرة والقاعدة الأولى لهذه اللعبة هي 120 قدم وأيضا الزاوية التي تصنعها مع المحور الأفقي هي أيضا خمسة درجات والسرعة الابتدائية المعطى أيضا 120 فهنا لك تشابه بالأرقام لا يهم السرعة الابتدائية هي 120 والزاوية خمسة درجات الارتفاع الابتدائي خمسة والمسافة الأفقية التي سألني عنها هي 120 قدم فلذلك السرعة الأفقية الابتدائية استخدم V في كوسين وهناك V في سين الـ X مشتقة دائما المشتقة الأولى هي السرعة وهذه النواتج بالنسبة للـ X والـ Y السرعة الابتدائية الأفقية X 119 والرأسية 10 و46 جزء الكرة طبعا بعد أن نضربها ستبدأ بالنزول هو سألني ما هو ارتفاعها عندما تكون موازية لهذه القاعدة التي تبعد 120 قدم فلذلك يجب أن أقوم بإيجاد التوقيت هنا هنا التوقيت سأقوم بإيجادها عن طريق الدالة X لأنني أعرف المسافة الأفقية هنا ولإيجاد الارتفاع احتاج الدالة الارتفاع Y T طبعا سنستخدم سالب 16 T ثم السرعة مضربة T والسرعة الرأسية أتحدث عن Y 10.46 في T زاد الارتفاع الابتدائي وهو 5 لكن هل لدي الزمن الزمن غير موجود فيجب أن أقوم بإيجاد الزمن في البداية لأعوض في هذه الدالة كيف أقوم بإيجاد الزمن الدالة أو الدالة المسافة الأفقية X بنفس الطريقة المشتقة الثانية على أثنان المشتقة الثانية هي التسارع والتسارع صفر بالنسبة X ليس دائما لكن في هذه الأمثلة السرعة الابتدائية 119.54 في T والمسافة الأفقية صفر فالدالة هي فقط 119.54 T أنا أعرف كم المسافة الأفقية هنا هي 120 فنقوم بحل هذه المعادلة طبعا عن طريق القسم على 119 بخطوة واحدة تأكد منها بالآلة الحاسبة فالزمن عندما تكون الكرة موازية لهذه القاعدة التي تبعد 120 هو تقريبا ثانية وثلاثة أجزاء بالألف أو أربعة أجزاء بالألف نعوض هذا الزمن لإيجاد الارتفاع في دالة الارتفاع أي في دالة Y والآن الزمن لديه فنستبدل كل T في هذه الدالة بواحد وأربعة أجزاء بالألف لكن انتبه أن هذا الزمن كان تقديريا أو تقريبي والسرعة الابتدائية الأفقية أو الرأسية أي الـ X مشتق أو الـ Y مشتق أيضا كانت أرقام بها بعض التقريب فهذه الإجابة صحيحة 100% لكنها تقريبية من الممكن أن تكون سالب 0.60 سالب 0.59 على حسب التقدير الذي قمنا به وهناك بعض الأجزاء العشرية التي قدرناها لكن هنا الارتفاع أيضا سالب مع معنى الاعتفاع سالب أن كرة هذا اللاعب أيضا سقطت قبل أن تصل لهذه النقطة لأنها في هذه النقطة أو في هذه النقطة 120 تكون تحت الأرض طبعا مستحيل فلذلك من خلال رسم البيانة هذه الكرة سقطت أو وصلت إلى سطح الأرض قبل أن تصل إلى القاعدة طبعا لإيجاد المسافة بالضبط نقوم بمثل ما قمنا بالأمثلة الأولى أي أن نجعل ونحل هذه المعادلة سنكمل في الثالث من هذا المقطع ومن هذا الدفس